فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل قراءة السورة من طوال المفصل أو أوساطه تكون مقسمة على الركعتين أو يقرأ سورة بكل ركعة إن كانت السورة طويلة لا بس يقسمها بين الركعتين من كانت متوسطة يقرأها كلها في الركعة أو يقرأ سورة ذانية في الركعة الثانية هذا هو الأفضل وهذا السنة لكن قراءة بعض الأئمة لو يقرأ سورة الإخلاص أخذت ساعة أنه يردد ويكرر ويقطع القراءة تختلف قراءة سلسة قراءة جيدة مثل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بس أما التمطيط وهذا يسمونه التجويد هذا غلط نعم